اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والشكر موصول لادارة مجلس الخميس الثقافي على هذه الدعوة الكريمة بداية اخواني الاكارم هذه الامسية ستتناول تفاصيل العمل الوطني خلال السنوات الماضية من خلال الاستفادة من عمل الميثاق الوطني العراقي وقبل ذلك لا بد ان اوضح لحضراتكم بان الميثاق الوطني العراقي هو مرحلة من مراحل مشروع العراق الجامع الهادف لانقاذ العراق والمنطقة وكانت ولادة مبادرة العراق الجامع في 15 ثمانية 2015 لمجموعة من القوى العراقية الوطنية وقد واجهت هذه القوى صعوبات عدة ليس هذا مجالها ولكن بعد دراسة وقراءة فاحصة وحوارات مع القوى المناهضة للعملية السياسية والاحتلال تم من خلالها الانطلاق بالمرحلة التي بعدها لتحريك العمل الوطني لان التراجع في الاداء والانحسار بدأ يتزايد بسبب الضغط القوي سواء كان داخليا او خارجيا والانفلات عن الخط الوطني لأسباب عدة ولذلك انتقلت القوى الوطنية الى مرحلة الميثاق الوطني وقد شهدت هذه المرحلة تفاعلا كثيرا وكبيرا من قبل القوى والشخصيات المناهضة للعملية السياسية والفكرة ان تكون لجنة مشكلة من القوى المناهضة للاشراف على مآلات العمل الوطني وتطوراته بما يخدم المصلحة العليا وقد نتج عن ذلك عدة لقاءات في اسطنبول وعمان وتم التوقيع على الخطوط الاولى للصيغة المعتمدة للميثاق الوطني على ان يختار الظرف والوقت المناسب لاعلانه بالتشاور مع القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية والفكرة كانت صياغة افكار عامة وخطوط رئيسية تنظم العمل الوطني من خلال رؤية جمعية وليست فردية لفصيل او هيئة او تيار او حزب وان يكون هذا الميثاق هو المعيار الذي تقاس عليه الاقوال والافعال والتحالفات والمشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها فضلا عن التعبير السياسي لمتطلبات الحركة الوطنية وعندما انطلق الميثاق الوطني في 3-3-2019 عمل خلال المرحلة القصيرة من عمره على تأسيس استراتيجية لمواجهة الوضع الشاذ في العراق وادارة الصراع مع احزاب السلطة من ميليشيات ومن غيرها وهي تسعى وسعت وعملت لتدمير العراق طوال 19 عاما وما زالت مستمرة وتحظى بدعم ايراني واضح وجنابكم الكريم يعلم ان مشاريع التدمير في العراق شملت كل مفاصل الدولة وبناها التحتية وليس فقط السياسية انما اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا وثقافيا لان قوى الاحتلال تسعى الى محو العراق بالكامل وهذا المشروع الذي تسعى اليه قوى الاحتلال هو السنساخ للمشروع البريطاني الذي مارسته ادارة الاحتلال البريطاني وقت احتلالها للعراق ونتج عنه اقتطاع جزء من الامة في فلسطين للكيان الصهيوني نعم نحن امة واحدة ولعل الموافقات الجميلة في هذه الامسية ان فيها مناسبتين الاولى اننا في ايام ذي الحجة حيث يجتمع المسلمون في مكة المكرمة من كل بقاع العرض لاداء فريضة الحج وهي دلالة كافية على وحدة الامة وعنوان نصرها والثانية ان في مثل هذا اليوم يستذكر العراقيين ثورة العشرين التي افشلت مشروع الاحتلال البريطاني والميثاق الوطني العراقي واحرار العراق يستلهمون هذه القيم من الصبر والتحدي من اجدادهم الذين وضعوا اسس استعادة الاوطان من خلال ثورة العشرين فلهم منا كل التحية والعرفان ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته لقد كانت ثورة العشرين ثورة عراقية بامتياز ولذلك يسعى الميثاق الوطني العراقي الى توحيد الشعب العراقي والوصول الى هدفه السامي وهو استعادة العراق وهنا اريد ان اؤكد على حقيقة مهمة ان الميثاق الوطني العراقي ليس حزبا وانما هو يطرح نفسه ليكون قاعدة العمل المشترك والواجهة التي تتصدى باسم كل مناهض ومعارض حقيقي لاحتلال العراق وعمليته السياسية الحالية لذلك هو يعمل على صناعة التيار الشعبي من خلال تنسيق العمل ووحدة الاهداف والتسلح بالوعي الوطني الذي يحدد مشكلة العراق الحقيقية والاطراف المتسببة في مأساته دون ان ينشغل بالخلافات او الاستحقاقات الفئوية او المكاسب الشخصية ونحن نعلم ان الشعب العراقي واجياله الشابة تمثل نسبة ما يقارب ستين بالمئة من احصائيات متأخرة من الشعب العراقي فهم الاغلبية ولا سيما مواليد الفين فما فوق فالآن هم الذين يمثلون طليعة الشعب العراقي وهؤلاء لديهم المستقبل القريب والقادم في بناء العراق وهذه الاجيال عاشت معاناة كبيرة في ظل العملية السياسية الحالية منذ الفين وثلاثة فلم يروا الا فشلا ذريعا لاحزاب السلطة وميليشياتها في ادارة البلاد وان استقطابهم لخدمة العراق معا مع انهم مستقبل العراق القادم وما نشاهده اليوم من وعي كبير للشباب يؤكد قناعتهم بضرورة استبدال العملية السياسية بنظام سياسي عراقي وطني وهذا يزيد من مسؤولية العمل على بلورة العمل الجماعي لان الامل كبير في عودة العراق ونهوضه ولاسيما نحن في العشرية الثانية من مشروع تدمير العراق في الاحتلال فكل المشاريع تزول الا مشاريع او مشروع صمود واستمرار نضال الشعوب والشعب العراقي لن يصاب باليأس مهما تعظمت الشدة وتعاقدت الاوضاع لذلك كانت جهود الميثاق الوطني تصب بهذا الاتجاه من خلال اعمال مستمرة وجهود متواصلة فقد قامت لجنة حقوق الانسان في الميثاق الوطني بدور الريادي في توثيق الانتهاكات وإيصالها للمحافل الدولية والعربية والأوروبية وواجهت اللجان الحكومية وكشفت ادعاءاتهم وأكاذيبهم ولاسيما بحق المعتقلين والانتهاكات المرتكبة ضدهم من تعذيب وقتل داخل المعتقلات وكذلك بإثارتها ملف المختطفين المغيبين قسرا من قبل الميليشيات الحكومية وأجهزتها الأمنية وكذلك ملف الأحكام الجائرة الباطلة تحت ما يسمى ذريعة أربع إرهاب سيء الصيد وكذلك الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في العراق وهذا العمل مستمر عبر حضور فعلي بالاجتماعات الدولية من أعضاء لجنة حقوق الإنسان في الميثاق أما جريدة الميثاق فلم تكن مجرد إصدار خاص بالميثاق إنما تهدف إلى تعريف العالم والشعب العراقي بخبرائه ومفكريه وتكشف للجميع رؤية العراقيين من مختلف مكوناتهم ولقاءات الجريدة للشخصيات الوطنية العراقية أو المقالات المهمة التي تعرضها تدلل على حجم العمل من جهة والإيثار في تقديم الآخرين كأصحاب رأي وفكر من جهة أخرى بعد أن عمدت أحزاب السلطة على تغييب الكفاءات العراقية بشكل متعمد حتى توهموا الناس أو العالم بأن أحزاب السلطة هي التي تمثل الشعب العراقي والحقيقة أنهم أساء للعراق ولشعبه لأنهم أدوات أعداء العراق ينفذون خططا تخريبية تملى عليهم من أسيادهم الذين احتلوا العراق وقد شهدت الساحة المحلية والدولية عقد ندوات ومؤتمرات للميثاق الوطني العراقي التي كان منها ما هو موجه للساحة الدولية كندوة لندن التي عقدت في العاصمة البريطانية بتاريخ 18-1-2022 وقد حملت عنوان رؤية الميثاق الوطني للنظام السياسي في العراق بحضور نخبوي ودولي كشفت من خلالها هذه الندوة أكذوبة الديمقراطية التي أسسها الاحتلال وادعى بأنها إحدى منجزاته وكشفت أيضا أن العملية السياسية الحالية هي تجمع عشوائي من ميليشيات مسلحة ومن غيرها وأن وهم الديمقراطية واضح بأكذوبته في العراق بأن لا ديمقراطية في العراق ولا تعددية وأن النسب التي صنعها بولي بريمر داخل مجلس الحكم هي التي لا زالت تحكم العراق وهي نسب طائفية كاذبة لا أصل لها لا إلى مستند علم ولا إلى تعداد سكاني وفي سياق آخر على صعيد تحديد مسار العمل للناشطين والشباب وتصويب المفاهيم عقد الميثاق ندوة في إسطنبول تحت عنوان القوى العراقية المناهضة المفهوم والمسار يوم السبت الموافق 25.9.2021 وهي ندوة مهمة حضرها عدد من الشباب والناشطين العاملين في العراق لترسيخ مفهوم المناهضة للمعارضة لأن المفهوم الأساسي هو العمل على تأسيس نظام سياسي عادل بأياد عراقية يعتمد الأسس الوطنية الجامعة نحو عراق مستقل ذو سيادة وهذا هو الهدف المركزي لأن الكثير يخلط بين تغيير النظام ويتوهم بدعوات المنخدعين والذين وقعوا في شباك المصالح الشخصية بدعوة الإصلاح من داخل العملية السياسية وعندما أراد الميثاق أن يظهر الحقيقة للعالم ويعلن فشل نظام المحاسسة الطائفية المقيت ويؤكد لعموم الشعب العراقي أن في العراق رجالا صامدين يعقد الأمل عليهم عقد ندوة مهمة ذات أبعاد داخلية وخارجية حيث شهدت أربيل انطلاق ندوة الميثاق التي حملت عنوان الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي يوم الأحد الموافق 29.05.2022 وبحضور ما يقارب 200 شخصية عراقية من جميع مكونات الشعب العراقي وأكد الحاضرون فيها أن العراق بكل مكوناته ينبذ الطائفية ويسعى إلى وحدة العراق وأن أحزاب السلطة يعتاشون عليها وهو هي سبب بقائهم وآثارها ساهمت في تدمير العراق وأصبح لزاما التحرك لإزاحة الطائفيين وأن المجتمع العراقي مكوناته فوسيفساء جميلة تزيده قوة لا ضعفة وأن المجتمع العراقي من الطبيعي وأن هذه الندوة المهمة كانت حقيقة لها آثار كبيرة داخل المجتمع العراقي لكن من الطبيعي أن تستهدف من أحزاب السلطة ولا سيما المقربين من إيران وهم بالفعل عملوا ضدها لكن أن تستهدف هذه الندوة من قبل شخصيات محسوبة على الخندق الوطني المناهض للاحتلال وأتباعه فهذا لم يكن في الحسبان حقيقة مطلقا لذلك جرى التحريض على الميثاق بهتانا وزورا حتى وصل الحال بالتحريض على المطالبة بإيذاء أعضاء الميثاق الوطني في العراق ومن هنا أقول أن التحديات في العمل معقدة وهي تربك وتضعف الجهود لأنها تطعن بالقائمين على التصدي والمواجهة ضد الميليشيات والطائفيين وقوى الاحتلال من الخلف وأكد أننا في الميثاق الوطني العراقي لا نضع في حساباتنا مطلقا التحديات من أعداء العراق وميليشياته والدول الراعية لهم وفي مقدمتهم إيران وأحزابه ودول التخريب لأننا في مواجهة مستمرة معهم وأن أي تقصير نعتبره فشلا ولا يمكن أن نقبل به كمبرر في التقاعص عن العمل وأعني هنا من يحسب نفسه على قوى المناهضة الوطنية الساعية إلى الخلاص العراق وإكمال تحريره وهنا أؤكد على منطلق مهم من منطلق المسؤولية الوطنية أقول أن الميثاق الوطني وفيه لسنا منافسين لأي شخص أو قوة وطنية أخرى بل نحن مستعدون لمد يد العون للجميع وبإيثار متفاني خدمة للعراق والكثير من القوى الشبابية تشهد بذلك وهنا أضع بعض التحديات التي تشهدها الساحة في وقتنا الحالي آمنين التغلب عليها بهمة الجميع ويمكن حصر أهمها بما يلي أولا التحاق بعض الشخصيات ممن كانت تدعي أنها مناهضة لأحزاب السلطة والميليشيات لتدخل العراق بحماية الميليشيات وإيران حتى أصبحت هذه الشخصيات وكيلة لأعمال سياسيين لا قيمة لهم في المشهد السياسي سوى كونهم لوازم تكميلية وكل التنازلات التي قدمت هي للفائدة الشخصية على حساب حقوق العراقيين ومناطقهم المنكوبة فضلا عن متاجرتهم بقضية المختطفين والنازحين مما شكل معوقا كبيرا لأنهم مارسوا التضليل والخداع لصالح الميليشيات مقابل حماية وهمية مؤقتة كان سابقا من يلتحق بالعملية السياسية يلتحق رأسا ويذهب باتجاه أنه كونه جزء لهذه العملية السياسية للأسف الشديد الآن الملتحقين أصبحوا وكلاء لبعض الأطراف السياسية ثانيا المشكلة الداخلية التي تعاني منها بعض القوى المناهضة للاحتلال وعملية السياسية وانشغالهم بمهاترات جانبية أضعفتهم وأخرجتهم من دائرة التصدي المباشر لقوى وميليشيات تدمر العراق وهذا الضعف جعل بعضهم يدعمون أطرافا وقعوا في فخ المشاركة بالعملية السياسية ويظنون أنهم يستخدمونهم لكن الحقيقة هي العكس أن هؤلاء المشاركين في العملية السياسية من يستخدم تلك القوى التي ذهبت أو جزء منها ذهب لدعم بعض الأطراف وقد تسبب بضياع ثقة الشعب بهم يعني هناك مهمة تماما البعض يعني ربما تغيب عنه لبعض القوى ولا أقصد الحاضرين أن هناك ثقة الشعب بالقوى أو بالشخص هي مهمة تماما في عملية صناعة الوعي والتأثير به بعض هذه القوى لم تدرك هذه القضية مما آثر أو مما يعني انسحب عليها سلبا أن الشعب العراقي أو جزء من الشعب العراقي فقد الثقة بهم لأنهم حقيقة يبحثون عن مصالحهم الشخصية وهنا نقولها للأسف الشديد أن هذا كله حقيقة يصب في إطار إضعاف القوى المناهضة للعملية السياسية ليسيما نحن في فترة حرجة وهذا طبعا ما لنتمناه لأنه في نهاية المطاف سيضعف العمل المناهض ثالثا استعجال النتائج وعدم الصبر والمطاولة جعل عددا من الفاعلين يتراجعون عن دعم العمل الوطني مما جعلهم كالمتفرجين على المنازلة بين الحق والباطل ومن المعلوم بالضرورة أن اليأس ليس من منهجية الساعين إلى استعادة العراق فضلا على أن الوقوف بوجه الظالمين هي أمانة الدماء الطاهرة التي سالت على أرض العراق وأمانة المعتقلين والمعتقلات الذين يدفعون ثمن انتمائهم للعراق لذلك على الجميع بما فيهم المتكلم والحاضرين والمشاهدين الكرام أن يسألون أنفسهم هل أدوا أمانة العراق أم أن هناك تراجعا بعد هذه طول الفترة من فترة المواجهة مع أطراف قوى التدمير والاحتلال وأحزابهم وميليشياتهم وهذا يستلزم مننا جميعا المراجع والنهوض والاستمرار في نصرة الحق وأهله أن الطموح الذي نسعى إليه في الميثاق الوطني العراقي هو إعادة العمل وتفعيل الجميع في أداء أمانة الموقف وأهمها وسائل الإعلام بكل اتجاهاته لأن من يصلع الوعي الجمع اليوم أصبحت الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأن انسحاب جزء أو شخصيات من العمل الإعلامي أو مواجهة هؤلاء لتفنيد إدعاءاتهم وتخريبهم وكشف مخططاتهم حقيقة سينسحب على ضعف الوعي الشعبي الذي هو مهم لا سيما أن في العراق انحدارا كبيرا على مستوى التعليم وعلى مستوى كثير من الأفعال الوطنية داخل العراق بسبب الاستهدافات المتكررة وطول الفترة الزمنية التي عاشها من يناهض ومن يعمل من أجل استعادة العراق وأن الباطل وهذا يكفي أننا نتمسك بالحق أقل تقدير لأن الباطل يتكفل الله بإزهاقه وإعادة الثقة وهو من طموح الميثاق الوطني العراقي بين القوى المناهضة وتصفير المشاكل الداخلية هو هدف استراتيجي نعمل عليه وأن نرفع حظوظ النفس الشخصية أو النفس وأن نؤمن بكل من يعمل للعراق ويواجه الظالمين فهو يمثل المشروع الوطني الجامع في الختام لا يسعني إلا شكركم وحسن استماعكم متمنين لجميع العمل الجاد والنهوض الفعلي في إدارة استراع لاستعالة العراق لا سيما نمر في فترة مهمة وهي فترة حارجة فيها العالم أو فيها منطقتنا في الشرق الأوسط والعراق في قلبها في متغيرات مهمة هذه التغيرات ربما نال المسوها الآن لكن ستشهد بها الأشهر القادمة والسنوات القادمة لا سيما أن عقد تدمير العراق الذي هو عقدين من الزمن قد شارف على الانتهاء لذلك هذه التحولات في وقت حساس ومفصلي من تاريخ الأمة ومن تاريخ العراق ينبغي علينا حقيقة أن نعيد تفعيل كل جهود العمل الوطني من أجل حقيقة رسم ملامح قيادة المشهد أو المساهمة في قيادة المشهد القادم دون التراجع ودون أن نسلم العراق لأيدي ليست أمينة شكرا جزيلا لكم وعذرا على الإطالة جزا الله خيرا الأستاذ عبد القادر النايل على هذه الإضاحة وهذه المحاضرة التي صلتت الضوء على عمل الميثاق الوطني العراقي وجهوده والتحديات التي تواجهه داخل العراق وخارجه نفتح باب الأسئلة من وجدات من يريد الاسترسار نعم شاكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد في البدء أسجل شكري للدكتور عبد القادر النايل على اختيار هذا العنوان المهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق وشدوا على يديه أحاطنا برؤية جيدة عن واقع الميثاق وللأمانة تعرضه للمعوقات والعقبات كان نافعا جدا لأنها بالفعل عقبات واقعية وتحتاج إلى حلول جذرية لكي المسار يعني يبقى مسارا ولا يتعرض للإيقاف لكن ليتسع صدر الدكتور وأهل الميثاق لبعض الملاحظات نحن اليوم في مراحل حرجة وحال القوى الوطنية كحال الغريق يتشبثون بأي شيء لإنقاذ بلدهم كنت أتمنى من الدكتور أن يستعرض لنا عناوين الميثاق من هم الذين كونوا الميثاق ما أسماؤهم أو ما عناوينهم حتى نفهم ويفهم الحضور جميعا من هم أعمدة هذا الميثاق إن كانوا أحزابا أو حركات وطنية أو عناوين اجتماعية لأننا الآن وأنا لا أتكلم عن نفسي ربما أنا أعرف هذا لكن أتكلم عن الإخوة وأتكلم عن من سيتابع هذه الحلقة عبر قناة الرافدين من المهم جدا أن يعرف الناس هوية القائمين على هذا العمل هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية مرتبطة بالأولى نوعا ما وهي ما نسبة الشباب في هذا الميثاق ضمن شخصيات هذا الميثاق ضمن عناوين هذا الميثاق تفضل أخي الدكتور عبد القادر وقال اليوم نسبة الشباب في العراق حوالي 60% طيب هل لهؤلاء من يمثلهم في الميثاق الآن لأنه إذا لم يكن ذلك قائما فهناك مشكلة الميثاق بحسب العناوين التي أعرفها هي كلها عناوين وطنية في حين لو هيئنا لهذا الجيل عناوين شابة معروفة ستسري الحياة في هذا الميثاق ويكون أكثر واقعية وأكثر تأثيرا للأمانة أنا لا أعرف هذا الموضوع ولهذا أنا أثيره لا على سبيل الاعتراض وإنما على سبيل التذكير يجب أن يكون ضمن هيكلية الميثاق عناوين شابة معروفة على مستوى الشعب وهنا أنتقل إلى الملاحظة الثالثة يجب أن يكون يعني لهذه العناوين وجود داخل القطر العراقي ما الخطأ الذي وقعنا فيه والاعتراف بالحق فضيلة لا يجب أن نهرب من الاعتراف نحن كقوى وطنية قصرنا في الحركة داخل العراق نعم هناك ظروف موضوعية أكثرنا مطارد ملاحق العمل داخل العراق من الصعوبة بمكان وكلنا يعرف هذا يعني هذا الشيء لا ينكر لكن بقي جهدنا طيلة العقد الماضي في الخارج أنا شخصيا تحركت في كثير من دول العالم باسم هيئة علماء المسلمين وباسم مشروعها الوطني وحصلنا على نتائج رائعة لما جاءت ثورة تشرين وكانت فرصة ذهبية أمانة للاستثمار لم يكن لنا بصمات في هذا الجيل تمكننا من تسجيل الحضور مرة أخرى وأنا شخصيا أشعر بالذنب وواثق أن كثيرا مثلي ممن أفنوا حياتهم في موضوع السعي لتحرير العراق ربما تراودهم هذه الخواطر أيضا النقطة الرابعة أخي الدكتور وسؤال ذكرتم أن هذا المشروع هو جزء من مشروع العراق الجامع أحب أن أسأل يعني في أي مرحلة ضمن هذا المشروع يمكن تأشير وجود الميثاق يعني عند انطلاق المشروع أتذكر الدكتور المثنة حارث الضاري كان وقتها الأمين العام بهيئة علماء المسلمين في المؤتمر الذي أعلن من خلاله المشروع ذكر أن هناك أربع محطات المحطة الأولى هي الإعلان وقد تمت في التاريخ الذي ذكرته وحضرتك 15 ثمانية 2015 المرحلة الثانية فتح الحوار مع القوى الوطنية الأخرى المرحلة الثالثة هي عقد المؤتمرات والندوات المرحلة الرابعة هي الإعلان عن الجسم المشروع الوطني فأحب أن أسأل المثاق في أي مرحلة ترونه الآن وفي أي إطار من هذه الأطر الأربعة هو موجود لنعرف هل هو ما زال في بداية الطريق هل هو في المنتصف أم هو في المراحل النهائية وأعني بها ما قبل الإعلان عن الجسم الوطني بالمجمل شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم نحن نعرف المسار صعب ولكن كلنا مسلمون وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل يعني لا يوجد في قاموس المسلمين كلمة يأس يوجد عمل وتبقى النتائج موكلة إلى الله يعطيها متى شاء وكيف يشاء ومن رحمته أنه لا يسألنا عن النتائج يعني لا يحاسبنا أو يثيبنا على النتائج إنما فقط يسألنا عن العمل ويثيبنا أو يحاسبنا على العمل شكرا لكم وبرك الله فيكم جزاك الله خير دكتور على هذا العصف وهذه الإثارة المهمة وحقيقة بالتأكيد نحن قلنا أن هناك تحديات ينبغي أن نكون حقيقة من أصحاب الرأي الشجاع في الخوض في معترك التحديات ولا سيما الداخلية في المشروع الوطني لأنه حتى يتم الذهاب إلى النضوج لمواجهة المرحلة الجديدة وبالتالي بالتأكيد هناك تقصير داخلي هذا التقصير له موضوعياته وأيضا أسبابها ممكن أسبابها لا تتعلق بالقوة داخل الميثاق وهناك قوة خارج الميثاق والعكس يمكن أن يكون صحيحا طبعا القوة التي وقعت على المبادئ الأساسية للميثاق كما تعلم أنه الآن لسنا جفة سياسية حتى يمكن أن نعلن أو نستقطب مع أنه نحن أيضا فاتحين الحوار وفي كل مؤتمر من مؤتمرات الميثاق الثلاثة تم إعلان بشكل واضح أننا أبواب الميثاق مفتوحة لأي قوة أو شخصية للعمل ضمن قولبة هذه المبادئ الأساسية العشرة وهي مبادئ عامة يعني خطوط عامة للعمل الوطني طبعا بالتأكيد تقدم من وقع على الميثاق شيخنا العلامة الجليل دكتور عبد الملك السعدي حركة التيار القومي أيضا موجودة وهيئة علماء المسلمين موجودة مجلس شيوخ عشائر الثورة موجود مجلس شيوخ عشائر جنوب العراق أيضا موجودين هيئة العلاقات الدولية المستقلين جزء مهم من منظمات مؤسسات المجتمع المدني وكما تعلم أن العمل الصعب في إعلان أسماء تشكيلات مؤسسات منظمات المجتمع والمستقلين يعني يمكن المستقلين يوثلون أكثر من خمسين شخصية أكاديمية متنوعة بهذا الإطار هناك صعوبة لأن عملية الإعلان هو عملية استهداف لذلك حقيقة عملية حرق المراكب ليست واردة الآن في هذا التوقيت لأنه أيضا في الإجابة على سؤالك نحن في أنا أضع الميثاق في المرتبة الثالثة أو المحطة الثالثة بين الثالثة والرابعة لأننا أمام نحن الآن في عمل لتنظيم الصفوف من أجل ولادة المشروع الوطني لا يمكن أن يتبنى أو يمكن أن نكون نحن قيادة المشروع لكن في الوقت الحاضر عقل تقدير نحافظ على ديمومة التصدي والعمل لأنه ليس أيضا من المعقول أنه إذا كان هناك لفرض الكفاية مجموعة من الناس يتصدون لواقع الميليشيات أننا نكشف جميع الأسماء وتكون في مرحلة التصدي للحكومة وبالتالي الميليشيات وتكون عليها عواقب أمنية وعواقب متابعات وأخرى وأنتم خير مثال تعيشون حرمان الجواز والجنسية العراقية تعسفا وقصرا كما أنثال بعض العراقية للآخرين فبالتالي عملية التنظيم لأن المدة طويلة وبالتالي نحتاج أيضا إلى نفس مطاولة حتى عندما تكون هناك أوراق للعمل ليس فقط المتصدين يمكن أن يذهب آخرون ليس هم المتصدين بالواجهة الإعلامية هم الذين يقودون ويكملون المشروع هذا هو الأصل في عملية التخطيط لإدارة الصراع لأن إدارة الصراع حقيقة يعني معقدة ومركبة كبيرة لا سيما إلى هذه اللحظة القوى الوطنية المناهضة الشخصيات الوطنية لا تحظى بدعم لا دولي ولا عربي منظم فقط الأحزاب والسلطة أولا حظيت بدعم قوى الاحتلال وتحظى أيضا بدعم إيران وهي دولة منظمة بهذا الإطار هناك فروقات بهذا الإطار لذلك حقيقة مسألة الشباب نعول عليها كثيرا يعني الميثاق قدم ورشات تدريبية مهمة وبالتالي تعلم عمليات الاعتقال والملاحقات داخل بغداد وغيرها من سيما شباب جنوب أو محافظاتنا المنكوبة الستة كل حقيقة تعيش في واقع ربما يسجن صاحب الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي لكن عملية إيجاد قيادات مناطقية ومجتمعية بإطار الشباب هذا العمل جاري عليه وقطعنا شوطا لا نقول جيدا لكن قطعنا شوطا هو يسير بهذا الطريق وبالتالي لن يتراجع في صناعة الغير واستطعنا من الميثاق أن نؤسس حركات شبابية بتجرد وبتفاني وبإيثار دون أن يكونون جزء من الميثاق مع أنهم قريبين جدا بهذا الإطار لكن أسست حركات والآن هم ربما يتصدرون مشهدا إعلاميا وبالتالي هم مستقلين بهذا الإطار فلذلك دعم فئة الشباب والتعويل عليها مهم وهي من مراحل الميثاق وقد استفادة من ثورة تشرين فائدة كبيرة بهذا الإطار من خلال العمل داخل العراق بإطار دعم العمل داخل العراق هو مع أن تجدت الذهاب إلى حقيقة المغامرة السياسية داخل أربيل وبالتالي سيتبعها أعمال أخرى داخل محافظات أخرى وداخل العاصمة بغداد بهذا الإطار من أجل حقيقة لملمت جميع الأوراق لأن ضرب صمامات الأمان كان هدفا استراتيجيا في عدم تفريق الناس ولذلك اليوم الذي يشاهد عربيا أو دوليا يشاهد يقول ليس في العراق مفكرين أين هؤلاء ذهبوا فعندما تم إعارة حقيقة ندوة أربيل والعمل على إحداد داخل العراق بهذا الإطار هو عملية ليست فقط عملية فقط تجميع الكفاءات وإظهارها والتنسيق فيما بينها لذلك الميثاق يسعى بهذا الإطار بسم الله الرحمن الرحيم ما لا شك فيه أن العراق اليوم يمر بمنعطف خطير والمرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة والمنطقة بشكل عام تنعكس على الوضع في العراق لذلك فكما بيّن الدكتور أن الميثاق العمل الوطني من أحدى مهامه هو فتح الحوار مع كافة القوى الوطنية التي انبثقت بعد الاحتلال ومن المعلوم أيضا أن هناك قوى وطنية كثيرا انبثقت ولكنها تختلف فيما بينها بأسلوب وصيغة العمل الوطني يعني كما هو معلوم أن العمل الوطني والوطنية لا حدود لها تبدأ من الكلمة صعودا إلى الشهادة بعكس الخيانة التي لها درجة واحدة وهي السقوط دون الحد الأدنى من الإيمان بالعمل الوطني فهذا الشارع العريض الذي يمر القوى الذي يحتوي القوى الوطنية والاختلاف في صيغة العمل بين هذه القوى الوطنية من مهام الميثاق الوطني فتح الحوار بين هذه القوى عم تلتقي على قاسم مشترك يتطلب أن يكون هناك اتفاق لمواجهة الفاسدين والمتآمرين الذين جاءوا مع المحتل أو بعد الاحتلال كانوا أذنابا للقوى التي احتلت العراق وبالتأكيد أيضا أن هذه القوى سواء قوى الاحتلال أو أذناب المحتل أيضا ليس لديهم الرغبة والاستعداد للتنازل عن الأمتيازات التي حصلوا عليها من ذاتهم وإنما لا يمكن أن يتنازلوا عنها إلا بنظال وقوى شعبية قادرة على مواجهة تآمرهم وخطوطهم التآمرية الكثيرة وأيضا نشاطاتهم وأساليبهم أيضا متعددة من بين هذه الأساليب مثلا خلق الفتن بين القوى الوطنية تشويه بعض القوى الوطنية التي تعتقد أنها تشكل خطرا عليها كما دخلت في انتفاض التشرين وحاولت تشويه هذه الانتفاضة وسلبت الكثير من أهداف ومبادئ هذه الانتفاضة هنا السؤالي للدكتور العزيز أنه ما هي الخطوات العملية التي سوف ينهض بها الميثاق العمل الوطني في فتح الحوار بين هذه القوى لجمعها على القاسم المشترك وما هو الحد الأدنى من الإيمان الوطني للقاسم المشترك شكرا جزاك الله خير دكتور مصلح على هذه الإفاضة وعلى هذا التصويب من المؤكد تماما أن وحدة القوى الوطنية ليست بمعنى الاندماج وهو ما يسعى إليه الميثاق لأننا وصلنا إلى قناعة بأن هذه المرحلة مرحلة متقدمة من الإيثار أن نصل إلى مرحلة الاندماج باتجاه قوة كبيرة للعمل الوطني لذلك الآن الاستراتيجية التي سنعتمدها في فتح الحوار ومحافظة كل كيان وطني على كيانه المستقل لكن هناك ضوابط العمل المشترك نسعى إلى توحيد العمل فيها من اتفاقيات ومن خلال مبادئ الميثاق المنصوص عليها ومبادئ لا يختلف عليها أي قوى وطنية مناهضة للعملية السياسية والاحتلال وتهدف إلى استعادة العراق بشكل واضح تماما لذلك حقيقة سنسعى إلى فتح حوار جاد كما نسعى إلى ترطيب أجواء بعض المصالحات داخل بعض القوى بهذا الإطار لأننا نأمل حقيقة أن تكون هناك رؤية مشتركة ومصالحة حقيقية لتصفير المشاكل الداخلية لا سيما نحن أمام فترة حرجة كما وصفتها وهي حقيقة أنا أقولها بصريحة العبارة المنطقة لن تكون المنطقة قبل 15-7 ما بعد 15-7 لذلك حقيقة هذه التحولات نحتاج إلى أن نكون يد واحدة هذا الحوار حقيقة سنفتحه بطريقة مثلى وبطريقة شفافة كما أننا سنسعى بكل جهدنا من أجل توحيد العمل المشترك مع المحافظة لكل كيان على كيانه وبالتالي يكون العراق هو الهدف السامي والأساسي في العمل المشترك الوطني بس دكتور ملال استاذ رياض شكرا جزيلا لأسابة القادر أنا حقيقة سابقا دكتور مصلح بالسؤال لكن سؤالي تكمل لما تفضل به دكتور مصلح والدكتور بشار هل نحن ننتظر القوة الوطنية أن تنتمي للميثاق والعمل الوطني نحن قلنا أنه الميثاق منذ البداية نحن مفتوحون للحوار مع الآخرين لكن ألا يجذر بنا أن نتحرك نحن على القوى الوطنية التي لم تدخل الميثاق إذا كان لديها سؤال إذا كان لديها اعتراض لكي نضع أنفسنا في المرحلة التي يجب أن تكون لأنه إذا لم يكن معنا على القل يكون حيادياً هذا هو المنطق في العمل السياسي باللوقت الذي البلد لا يزال محتل وتعصب به كل القوى يعني علينا أن نتحرك نحن نضع خطة للتحرك على القوى الوطنية التي نعتقد أنها يجب أن تكون ضمن مظلة العمل الوطني وبشكل فاعل ونتفق على الحد الأدنى الذي تفضل بدكتور مصلاح ودكتور بشار أن يكون هدفنا جمع القوى على هذا الأساس يعني لا يجب أن نضع نقاط أو مثل العليا قد يصطدم بها البعض لأنه ربما سنخسر بعضنا البعض خلال مسيرة العمل الوطني خاصة إذا طالت الفترة وكثر الاستهداف لعناصر القوى الوطنية وأنتم تعرفون التحرك ليس سهلاً لا عربياً ولا داخل العراق للقوى الوطنية المناهضة للاحتلال بشكل فعل شكراً جزيلاً شكراً دكتور هلال بالتأكيد تصويب مهم هو العمل الوطني ليس حكراً للميثاق الميثاق ربما نظم من مجمل قوة مهمة نظم نفسه للعمل وهو يسعى ويتمنى أن كل قوة وطنية أخرى تنظم نفسها للعمل ونلتقي بأهداف مشتركة كما أسلفت أن الميثاق أيضاً ليس حزباً سياسياً منعكفاً على نفسه وبالتالي هو سيكون ما بعد تحرير أو ما بعد حقيقة تحرير العراق أو بناء نظام سياسي وطني قادم لذلك حقيقة هو مسؤولية الجميع كما قلنا هناك تحديات شخصية هذه التحديات هناك انكفاء حقيقي محسوس وملموس من قبل الأفراد والشخصيات الوطنية سواء في مواجهة الظالمين أو مواجهة أذناب وكشف جرائم العملية السياسية ومليشياتي أو مناصرة الوطنيين أو الحركات الوطنية هذا الانكفاء حقيقي نحتاج إلى اليوم أن يفعل بطريقة حقيقية وأن نحاسب أنفسنا من أجل النهوض والاستمرار بالعمل بالتالي هو ليس حكرا على أن الميثاق يسعى وكل شخصية وكل حزب وكل تيار أيضا عليه أن يسعى لتوحيد رؤية القوى المناهضة للعمل السياسية بداية شكري ودخديري للأخ الدكتور عبدالقادر للنهاية العلامة أفضل به من واقع ميداني واضح وواقع مساوي عشو أبناء شعبنا العراقي وتشخيص من قبل القيادات الوطنية التي عاملة ضمن الميثاق الوطني العراقي ولكن مع ذلك هناك التقصير ليس في من يقود الميثاق الآن نعم هناك جهات تعمل حاليا في الميثاق ولكنها بحاجة إلى أن تكون أكثر ارتصاقها مع بعض الجهات التي ساعية إلى أن تكون لها وجودها على الميدان وعلى الأرض وكذلك نحمل باقي الحركات والقوى السياسية المناهضة للاحتلال والوجود الإيراني أن تكون أكثر قربا من الميثاق لأن هذا الميثاق كما تفضلتم لا يمثل إلا صوت الشعب العراقي أنا أرى أن على الجميع نتكاتف لأن نحن عقدي من الاحتلال وحقيقة لا يمكن أن نضيف على ما تفضل به فضيلة الشيخ الدكتور بشار فيضي كان تشخيصا راقيا وكلاما واقعيا فيه من المأساة الداخلية والوجدانية ولكن عندما نواجه الأمور بحقيقتها نستطيع أن نرسم مديات المستقبل لكن مع هذه أنا أشد على جنابك فيما تفضلت فيه في أخر أربع نقاط في محاضرتك القيمة وأشرت هناك كثير من السلبيات وكثير من المعاوقات تتعلق بطبيعة العلاقات ما بين القوى المناهضة وما بين القوى السياسية والثورية والوطنية وهذه طبعا تشكل حقيقة حالة ومحطة لا يمكن أن يستفاد منها إلا العدو والعدو بكل مسمياته إن كانت الولايات المتحن الأمريكية أو النظام الإيراني أو الميليشيات والأحزاب العاملة ضمن التيار السياسي الحاكم في العراق تبقى مشكلة تبقى هناك إرخاصات وهناك يعني منعطفات عاشها شعبنا العراقي أنا أرى الآن أنه النقطة التي تفضل بها وتحديدا ثالثة في موضوع الشباب الشيخ الجليل أنه نحن أنا أرى يعني وأنا أشد على ذلك حقيقة وأنا كنت من المتفائلين جدا بقيامكم بعقدكم ندوة على أرض الوطن في محافظة أربيل هذه كانت حقيقة عطافة كبيرة وتحرك سليم ووجود أن تتكلمون وبحضور أكثر من 200 شخصية وطنية وشخصية علمية وثقافية بل معلومات تشير إلى أنهم كانوا خارج القاعة وامتدت القاعة لأنهم لم تستحيل يعني بالضبط تحتوي جميع الحاضرين عندما تكون هذه الخطوات جادة تأتي في مرحلة من مراحل الشعوب الحرة شعبنا العراقين شعب حر وصاحب حضارات في بعضها قد تصيب النفس بعض من عملية الفتور أو تصيب بعض من عملية التردد لكن عندما تأتي هكذا حركة وتأتي هكذا توجه ميداني روم عن النوان روم لكن أنا فقط أن هناك يشعر المواطن العراقي يشعر الشباب العراقي تشعر القوى الأخرى وإن كانت بعيدة أو قريبة أن هناك من يعمل هناك من يفعل تعيد البسمة لشفاء أبنائنا وجينا تعيد الأمل للأرامل واليتامة تعيد الأمل والحياة والوفاء لروح شهدائنا الذين استشهدوا طيلة عقدين من الزمن فشكري وتقديري وشكرا جزاك الله خير سيد أياد العناز بالتأكيد يعني معاك في هذا الإطار ولديك جهد أيضا أنت في عملية تقريب وجهة النظر تشكر عليها ولازلت تسعى حقيقة الكل مدعوة بأنه تعمل على أولا أن إيجاد شباب داخل العراق والعمل على تعزيز الوعي كما يعمل الميثاق وهو مقصر نقولها بصراحة لكن نحتاج إلى جهود إضافية أكبر لكن عندما تتداعى جميع الجهود للعمل حقيقة ستكون في نهاية المطاف هناك عمل كبير نوعي ووعي اليوم معركة الوعي مهمة ومعركة الوعي موجودة داخل الشباب العراقي وهي واضحة للجميع لكن نحتاج حقيقة إلى تعزيز عملية العمل المشترك بالتأكيد ينبغي حقيقة أن نتحرك أكثر فاعلية على جميع القوة الوطنية من أجل إيجاد عملية وليس شرطا أن يكونون جزءا من الميثاق أقولها بصراحة لكن أن نكون هناك شرطا بالعمل الوطني المشترك المهم شكرا جزيلا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه الأسئلة والإثارات التي تصف في مصلحة العمل المنتهي وثماره إن شاء الله في تحليل العراق بارك الله فيكم مرة أخرى نلتقي في مجالس أقرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة